السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صناعات زي القطن والكتان وقصب السكر وبنجر السكر وفول السوية همام طبعا القطن وهو بيعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري زراعاتا وصناعاتا وتجارة يعني ايه؟ يعني همامي جدا بالنسبة للاقتصاد من ناحية الزراعة والصناعة والتجارة هو الاقتصاد أصلا عبارة عن زراعة وصناعة وتجارة بالنسبة للزراعة هو العمود الفقري للاقتصاد المصري بالنسبة للزراعة لأنه كان بيشغل طلت مساحة الأراضي الزراعية وأنا بقول كان لأن دلوقتي بدأت مساحة الأراضي المزروعة قطن بدأت تتناقص لأن تكلفة إنتاجه بتكون أكبر بكتير من العائد بتاعه يعني بنكلفه مثلاً عشرين وبنبيعه بعشرة فكده يبقى فيها خسارة يبقى تكلفة إنتاجه عالية جداً فبدأت تتناقص المساحات المزروعة قطن خلاص بالنسبة للصناعة صناعة المنسوجات القطنية بتعتبر من أزهق الصناعات المصرية بالنسبة للتجارة هو على رأس قائمة الصادرات المصرية وكان بيطلق عليه اسم الزهب الأبيض طبعاً لأنه ناصع البياض أو شديد البياض وطويل التيلة وما فيش أي قطن من أنواع القطن العالمية تقدر تنافس القطن المصري خلاص؟ أهو يرجع النقص في مساحة القطن إلى ارتفاع تكلفة إنتاجه ليه شروط للزراعة؟ مهم جداً أن تكون درجة الحرارة عالية فعشان كده إحنا بنزراعه في فصل الصيف وهو بيحتاج أن يكون المكان اللي هيتزرع فيه كون جو خالي من السقيع لأن السقيع يقتله ومن حصن حظنا أن بلدنا خارج نطاق السقيع طيب هنيجي نلاقي أن القطن كمان بيحتاج لدرجة الرطوبة وحنشوف في الخريطة دلوقتي أنه هو بيتركز في جنوب ووسط الدلتة ومسحته بتتناقص كلما اتجهنا جنوباً لتناقص كمية الرطوبة وحنبتدي تزيد كمية الجفاف فبالتالي مش هتبقى مناسبة لزراعة القطن أو هتتناقص طول الطيلة تبع لكمية الرطوبة بيحتاج كمان من شروط زراعته كمية كبيرة من المياه وتربة مصر السوداء تناسب زراعة القطن بيحتاج للأسمدة الطبيعية والكيموية لأن احنا عارفين أن من خصائص طربة مصر أن هي بينقصها عنصر الأزوت ونخلي بالنا كمان أن القطن من المحاصيل هو والأصب اللي بنحدد على أساسهم الدورة الزراعية لأن المحصولين دول مجهدين للطربة وبيعتبروا من المحاصيل الرئيسية فبنبتدي نحدد على أساسهم الدورة الزراعية يعني لو جلنا يسألنا يقولي تحدد الدورة الزراعية على أساس محصولين رئيسيين وهما القطن والقصب هقول لأنهم مجهدين للطربة القطن من المحاصيل اللي بتحتاج لأيدي عاملة كثيرة لأنه بيحتاج إلى أيدي عاملة للجني ومقاومة الأفات يعني ده حتى فيه قرة في الريف ووقت جني القطن أو موسم جني القطن بياخدوا الطلبة اللي هم بيقدروا يساعدوا في جمع القطن وتنقيته من الأفات بياخدوا أجازات من المدارس وبيشاركوا في جمع القطن عندنا القطن من المحاصيل اللي بتساعد على زيادة عدد السكان يعني بيحتاج أيدي عاملة كثيرة زي ما إحنا قلن في الشروط كمان عندنا القصب وعندنا الأرز ثلاث محاصيل ممكن بيجي لنا عليهم سؤال في الامتحان سؤال اكمل أو اختار من العوامل الأساسية التي عملت على زيادة عدد السكان في الريف لو جينا نبص في الخريطة اللي معانا دي هنلاقي إن القطن زراعته بتتركز في الشمال هنا وبالأكثر في جنوب ووسط الدلتا هلاقي في الجنوب هنا الرطوبة زيادة وعلشان كده النقط الصودة دي هي القطن توزيع القطن هلاقي النقط الصودة كتير قوي في وسط الدلتا لإن هنا الرطوبة عالية فبالتالي بيناسب زراعة القطن وبتكون التيلة طويلة خلاص هلاقي النقط هتبتجي تقل هنا في الجنوب أقل فهنا التيلة متوسطة هنجي نلاقي النقط هنا بدأت تقل برضو ومعنى كده إن التيلة هنا قصيرة لإن بدأت تتناقص الرطوبة من مفتاح الخريطة دوات اللي أنا هشوف دلوقتي هقدر أعرف إن النقط السوداء كلها بتديني توزيع القطن توزيع القطن خلاص كده يبقى بيتناسب طرديا مع درجة الرطوبة لإن طبعا دي بتأثر في طول التيلة خلاص هنلاقي إن هو بيتركز في الوجه البحري في محافظة الغربية والدقاهلية والأطراف الشرقية لمحافظة البحيرة والأطراف الغربية الشرقية لمحافظة البحيرة والأطراف الغربية لمحافظة الشرقية خلاص كده هنيجي نلاقي برضو إني بنلاقي زراعة القطن في المينيا وأسيوت وبني سويف أهو في الوجه القبل كله معي لكن هتبتجي تقل زراعته أو يعني تبقى بكمية أقل من جنوب ووسط الدلتة لتناقص الرطوبة الأطراف الشمالية في الدلتة لو أنا لاحظت كده هلاقي أني تقريبا ما فيش أي نقط صودة لزراعة القطن لأن التربة مالحة خلاص الأطراف الشرقية والغربية للدلتة المقصود بيها كل الحتة دي ما فيش تقريبا زراعة القطن لأن التربة هناك تربة رملية طبعا إحنا هنا تأثير السحراء الشرقية فبفضل الرياح والعوامل الجوية بتؤدي إلى أن كل الرمال بتتركز في الأطراف الشرقية للدلتة يبقى هنا لأن التربة رملية وهنا برضو في الأطراف الغربية لأن التربة رملية الأطراف الشمالية للدلتة الملوحة التربة أو لأن التربة مالحة بتأثير البحر المتوسط هنا بقى في قنى وأسوان لو أنا وضحت الخريطة أكتر معايا كده آدي قنى وآدي أسوان تكاد تنعدم زراعة القطن تقل زراعته في قنى وأسوان لأن هناك تسود زراعة القصب يبقى لسيادة زراعة القصب والقصب إحنا عارفين لما كنا بنقول في الدورة الزراعية الدورة بتاعته خماسية أو سوداسية يعني بيستمر في الأرض لمدة خمس أو ست سنين فما فيش فرصة إن إحنا نزرع القطن كمان هو محصول نقدي وحتى لو حنزرعه مش حينسبه الجو لأن الجو جاف وشديد الجفاف تاني لحتة دي يبقى هنا تقل زراعته في قنى وأسوان لسيادة زراعة القصب ولشدة جفاف هذه المنطقة خلاص تقل زراعته برضو في القاهرة أهو حول القاهرة القبرى القاهرة والجيزة والأليوبية لأن هناك تسود زراعة الخضر والفكه لزراعة الخضر والفكه خلاص في الأليوبية بقى بقوة القانون جبريا لا ينفع زراعة القطن لأن الأرض دي في القاليوبية كلها مخصصة لزراعة الخضر والفكه طبعا مصر بتشتهر بالقطن طويل التيلة وبتستهلك نسبة كبيرة من خام القطن في الداخل في صناعة الغزول والمنسوجات خلاص كده علشان كده بنقول أن صناعة القطن تعتبر من أزهق الصناعات المصرية وده بيخليها أو بيخلي محصول القطن العمود الفقري للاقتصاد المصري خلاص طبعا إحنا إيه برضو كان عندنا في السابق كميات كبيرة من محصول القطن أو القطن الخامي خلاص طبعا ما بقاش كاف حاجة الاستهلاك المحلي لأن إحنا بدأنا نقص من مساحة الأراضي المزروعة قطن وكمان عايز أقولك على نقطة مهمة دلوقتي إحنا عندنا القطن علشان نصنعه منسوجات وملابس قطنية سعره غالي جدا فالدولة بتستورد المنسوجات القطنية اللي هي أقل في الجودة علشان تكفي حاجة الاستهلاك الشعبي كانت مصر طبعا بتتبع سياسة عدم استيراد القطن لأن هو كان بيبقى فيه فائد عن حاجة الاستهلاك الداخلي وكمان كانت بتخاف أن تختلط بزور القطن المصري الممتاز لأن طبعا إحنا عارفين أن التيلة الرديقة اللي هي بنستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية بنقول عليها بنستخدمها في عمل المنسوجات الشعبية لتغطي حاجة الاستهلاك الشديدة في عندنا بقى حاجة اسمها المحاصيل السكرية يعني إيه المحاصيل السكرية؟ يعني اللي إحنا بنستخدمها في صناعة البنجر طيب عندي أن مصر كانت بتعتمد على محصول واحد لاستخلاص السكر وهو القصب لكن لما زاد عدد السكان وبدأ الإنتاج ما بيكفيش حاجة الاستهلاك المحلي تم إدخال زراعة البنجر على نطاق تجاري واسع وطبعا ده كان موجود أو مازال في منطقة الحامول في محافظة قف الشيخ زي ما حنشوف دلوقتي خلاص؟ يبقى إحنا كده عندنا محصولان سكريان وهما قصب السكر وبنجر السكر القصب محصول مداري يعني إيه مداري؟ يعني بيحتاج لدرجة حرارة عالية وطبعا السقيع الشديد يقتله برضو إحنا كنا بنقول إن من حصن حظنا إن مصر خارج نطاق السقيع لأن السقيع ده زي ما درسنا برضو قبل كده قلنا من أخطر العوامل العناصر المناخية الضارة على الزراع طيب حتنتشر زراعة القصب في المناطق التي لا تتأثر بالسقيع فعلشان كده حنلاقي إن زراعته حتتركز في مصر العليا يعني إيه في مصر العليا؟ يعني في الجنوب بقى في عندنا بقى في مدن السعيد كلها أو محافظات السعيد كلها إن طبعا كلنا عارفين إن هذا الإقليم أو هذه المنطقة بتتميز بارتفاع درجة الحرارة وطبعا إحنا لسه قايلين إن هو محصول مداري يناسبه درجة الحرارة العالية شروط زراعته أهو درجة حرارة عالية وعايز مياه بكميات كبيرة بيحتاج مياه بكميات كبيرة بيقولوا عليه محصول شره للمياه شره للمياه طربة خصبة وتربة مصر السوداء تناسبه لكن بمساعدة الأسمدة الكيموية وطبعا الأسمدة الطبيعية وإحنا كنا بنقول إن هو محصول مجهد للطربة المهم جدا بالنسبة له الأسمدة أيدي عاملة كثيرة إحنا لسه قايلين إن القطن وقادي القصب والقرز زي ما قلنا قبل كده من المحاصيل التي تحتاج لأيدي عاملة كثيرة وتؤدي إلى زيادة عدد السكان في الريف قصب الوجه البحري لا يستخدم في صناعة السكر لإن المادة السكرية فيه بتبقى أقل من المادة السكرية اللي موجودة في القصب بتاع الوجه القبلي يعني المادة السكرية متركزة بالنسبة أكبر في قصب الوجه القبلي وهو المستخدم في صناعة السكر في صناعة السكر يستخدم قصب الوجه القبلي في صناعة السكر لارتفاع نسبة المادة السكرية به أما قصب الوجه البحري لا يستخدم في صناعة السكر وده بيستخدم للتناو يعني بنكله كده على طول القصب اللي احنا بنكله العادي ده قصب الوجه البحري اللي بيستخدم في صناعة السكر هو قصب الوجه القبلي وعلشان كده هنشوف برضو ان المصانع بتاعته بتتوطن بالقرب من مزارع القصب لانه مادة خام سريعة التلف محافظة قنة لوحدها تضم اكتر من نصف مساحة البلاد وتليها اسوان لعدم كفاية حاجة انتاج السكر للاستهلاك المحلي الدولة دايما بتكون حريصة او الحكومة بتكون حريصة على ان المزارع تسلم كل انتاجها لمصانع السكر توطنت مصانع السكر وسط مزارع القصب لان القصب مادة خام سريعة التلف مصانع السكر عندنا هنلاقيها موجودة في قنة ونجع حمادي محافظة قنة موجودة في مركز قنة وقوس ونجع حمادي ودشنة وارمند في مصنعين في اسوان في كومومبو وادفو في مصنع في سوهاج في مدينة جرجا ومصنع في المينيا في ابو قرقوس المصنع الكبير بقى اللي بيجمع كل الانتاج ده بعد ما يصنعوه في التسع مصانع ديت بيجمع كل الانتاج دوت وبيروح لمصنع تكرير السكر في الحوامدية خلاص يعني بعد استصنيع السكر يتم تكريره في مصنع الحوامدية طب اش معنى بقى مصنع الحوامدية لانه قريب من السوق اللي هي القاهرة الكبرى ويبقى قريب من السوق اللي هي للاستهلاك وقريب من التسع مصانع في صناعة السكر بترتبط بيها مصانع اخرى او صناعات اخرى زي المصاصة بتاعة الورق بتاعة القصب اللي بيتم ضغطها ويكبسها بآلات معينة وبيعملوا منه الخشب الحبيبي وبرضو بيستخدموكا وقود لبعض المصانع طبعا احنا مرتبط بصناعة القصب برضو العسل الاسود والخل والكحل هنجي نلاقي البنجر بقى بنجر السكر طبعا قلنا لتناقص درجة الكفاية الزاتية للاستهلاك المحلي يعني مش مكافين نفسنا فبدأنا ندخل زراعة البنجر على نطاق واسع في محافظة كفر الشيخ او في الواجه البحري وحنلاقي ان في فرق ما بين محصول القصب ومحصول البنجر محصول البنجر محصول شتوي بيحتاج لدرجة حرارة معتدلة اما محصول القصب بيحتاج لدرجة حرارة عليها فعلشان كده هنلاقي اني هنشوف الخريطة دلوقتي ان البنجر بيزرع في الواجه البحري اهو لو انا بصيت في الخريطة ديت كده هلاقي من مفتاح الخريطة المسلس هو البنجر والدوائر السودة هي القصب خلاص هنلاقي هنا الدوائر السودة كلها موجودة هنا هو في قنة واصوان احنا قلنا ان قنة الوحدة تلت المساحة المزروعة قصب وادي متركز في اصوان اهو شايفين انه اتصادة كتير قوي في قنة واصوان خلاص هاجي الاقي البنجر ادي المسلسات هي موجودة في شمال مصر في محافظة كفر الشيخ في مركز الحامل خلاص يبقى البنجر اهو في الوجه البحري لانه محصول شتوي واما القصب في الوجه القبلي في قنة واصوان خاصة قنة واصوان لانه محصول صيفي بيحتاج الى درجة حرارة عالية تمام كده طيب حنيجي نتكلم على طبعا احنا بنقول ان عدم كفاية الاستهلاك المحلي وعدم زيادة المساحات المزروعة قصب لجأت الدولة الى ادخال بنجر السكر خلاص اهو على نطاق واسع وممكن ان احنا نزرعه في الاراضي الملحية والاراضي الرملية موجودة عندنا في كفر الشيخ والدقهلية شروط زراعته درجة حرارته تكون اقل من زراعة القصب وعلشان كده زي منا لسه قيلة يزرع في الوجه البحري وبيحتاج طبعا مياه للرأي ده شرطة اساسي هنيجي نلاقي ان الدولة عندنا عملت شركة السكر شركة الدلتا لانتاج السكر سنة 1981 وكمان عملوا مصنع لاستخلاص السكر من البنجر في مركز الحامول في منطقة اسمها الزوية في مصنع تاني اتعمل في مدينة بلقاص وبدأت درجة الكفاية الزاتية يعني تحقق بعض الشيء من الزيادة سنة 1999 وصلت لـ 58% يعني الانتاج المحلي بيغطي تقريبا تلتين حاجة الاستهلاك الداخلي ومصر بتستورد التلت اللي فاضل يبقى كده الحكومة بتتحمل قدر كبير من الدعم للسكر المحاصيل البستانية المحاصيل البستانية المقصود بها الخضر والفاكهة احنا بنجمعهم مع بعض في مجموعة ويطلق عليه اسم المحاصيل البستانية يبقى ترتبط الخضر والفاكهة في مجموعة واحدة معايا ومجموعين في مجموعة واحدة تسمى المحاصيل البستانية مساحة الخضر والفاكهة زادت في السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في المساحة والانتاج طبعا بديهي جدا هنقول زيادة عدد السكان يعني زيادة الاستهلاك المحلي فبالتالي حيبقى في زيادة في الطلب عليها وعندنا المناخ بتاعنا الحمد لله معتدل فبدأ برضو منقول يبقى كده ده سبب قوي يخلينا نزود مساحة الخضر ونزود انتاجها يبقى زادت مساحة الخضر والفاكهة وزادة انتاجها في السنوات الاخيرة بسبب زيادة عدد السكان وزيادة الطلب عليها واعتدال مناخ مصر ده سبب برضو قوي وطبعا احنا ارض مصر او طربة مصر مناسبة لزراعة انواع عديدة من الخضر والفاكهة خلاص احنا اخلي بالكم بنزراعها في الثلاث مواسم الشتوية والصيفية والنيلية وجزء كبير برضو عندنا بيصدر من المحاصيل البستانية الى الخارج خلاص طبعا احنا مدام بنصدر يبقى لازم هنحاول ان احنا نرتقي بهذه الزراعة او نزود كميتها وده بالفعل اللي حاصل يبقى زيادة المساحة وزيادة الانتاج لزيادة عدد السكان وزيادة الطلب عليها واعتدال المناخ وان احنا بيبقى عندنا فيه فائد للايه للتصدير خلاص عندنا بالنسبة للخضر اهم محصول بيتصدر في المساحة هو محصول الطماطم وبالنسبة للفاكهة الموالح انتاج الطماطم والموالح بيكفي حاجة الاستهلاك المحلي وبيبقى فيه عندنا فائد للتصدير زراعة الخضر والفاكهة تتميز بانها زراعة بستانية كسيفة وخاصة الخضر يعني ايه؟ يعني بنزراحها كتير قوي زراعة الخضر والفاكهة احنا لسه برضو احنا كنا بنقول على محصول القصب بنقول بيقل حول القاهرة الكبرى لأفضلية زراعة الخضر والفاكهة وخاصة في القليوبية ممنوع ان احنا نزرع القطن لان طبعا مخصص محافظة القليوبية باكملها لزراعة الخضر والفاكهة يبقى اجي عندنا تتركز زراعة الخضر والفاكهة حول المدن الكبرى في القليوبية والجيزة وجنوب المنوفية والفيوم وحول الاسكندرية طبعا بمحافظة البحيرة علشان انا لما هزرع في محافظة البحيرة هغطي استهلاك الاسكندرية كله في ظهير مدن القناة بشرق الدلتة بشرق الدلتة كله هغطي الاستهلاك في مدن القناة وتسيطر الفواكه خاصة الموالح والعنب على اراضي الاستصلاح اللي هي من صلاحها جديد في الهوامش الشرقية والغربية طبعا دي طربة رملية يعني ينفع ان احنا نزرع فيها الموالح والاعنب ايه اراضي الاستصلاح برضو بجزيرة سيناء مناسبة لزراعة الخوخ واللوز والكانتالوب طيب ان الخضر والفواكه دي طبعا سلع او خامات سريعة التلف فبالتالي بتتوطن على المصانع بتاعتها برضو الريبة منها اللي هي القائمة على الخضر والفاكهة الصناعات وكمان قريب الاسواق بتاعتها هنلاقي حواليها كل مزارع الخضر والفاكهة يبقى تتوطن مزارع الخضر والفاكهة على مقربة من الاسواق لانها خامة سريعة التلف زي الاصب احنا عملنا مصانع الاصب كلها جنب المزارع لان برضو الاصب خامة سريعة التلف معدل استهلاك الفرد من الخضر مرتفع جدا في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية لان الخضر من المكونات المشبعة والمالئة للمعدة فالانسان بيعتمد عليها في غزاءه وخاصة الانسان الفقير انما استهلاكه من الفاكهة اقل لبقى الارتفاع اسعرها لارتفاع اسعرها طيب زراعة الخضر والفاكهة بنقول ان هي في السنوات الاخيرة شهدت طفرة او صورة يعني حصلت فيها حاجة غريبة ازاي ان هي زادت مساحتها وزاد انتاجها بالنسب كبيرة جدا لانها تدرع ايدا مرتفعا عن محاصيل الحقل التقريدي زي الامح والازراء والقطن الازراء اللي هي الذرة بنوعيها الشامية والرفيعة خلاص ليه بقى لان الفلاح المصري بيتهرب من المحاصيل الخاضعة للتوريد الجبري يعني ايه توريد جبري يعني انت زرعت الامح او القصب يبقى على طول هتورده يا اما هتورد جزء منه ده توريد جزئي او تسعيرة جزئية او توريد جبري اه كلي يعني هتورد المحاصيل كله فهو الخضر والفاكاة من المحاصيل الحرة يعني هيزرعها وهيباعها هو برحته وكمان على طول ايه الزراعة بتاعتها او الطلب عليها على طول مستمر خلاص يبقى بيتهرب من المحاصيل التي تغضع للتوريد الجبري الجزئي او الكلي وبيقبل على زراعة الخضر والفاكاة وعلشان كده بنقول انتاجها حصل فيه طفرة او ثورة في السنوات الاخيرة يقبل على المحاصيل التي لا تغضع للتوريد الجبري مثل الفواكه والخضر طيب هل احنا عندنا فيه امكانية ان احنا نتوسع فيه زراعة الخضر والفاكهة ونباتات الزينة زي الزهور والورود ويبقى فيه فائد عندنا ونصدره طيب احنا ممكن نعمل كده فعلا بس لازم مرتبط بدا اني انا ههتم بحاجات كتير قوي اولا الفرز هفرز الخضر والفاكهة ونباتات الزينة دي وحطلع اللي هو الفرز الاول الممتاز ده اللي هخليه للتصدير ان انا حافظ عليها يعني من مكان التجميع ويبقى عندي محطات للتجميع بعد الفرز ومحطات للتجميع وكمان نفرز الدرجات بتاعته الممتازة والاقل والاقل لغاية ما نوصل لأعلى جودة علشان نقدر نصدرها التغليف الحفظ والتبريد كل دي انا قدر اوفرها علشان يبقى فيه عندي فائد للتصدير اهو احنا ممكن احنا لسه بنقول احنا بنسأل سؤال هل احنا ممكن نتوسع اه احنا ممكن نتوسع لكن هيبقى فيه عندنا حاجات هنهتم بيها علشان اقدر اتوسع بقلب جامد ايه الحاجات اللي انا هتم بيها زي ما انا قلت دلوقتي الجامع الفرز معايا التجهيز ان انا اجهزها واغلفها معايا التصنيع والتعبئة عب ازاي اه حافز عليها وتوصل في مكان ما انا هواديها زي كاني لسه اغداها من الحق التبريد والنقل السريع من غير اي عقبات لان دي كلها سلع سريعة التلف يبقى لازم دراسة وتكون دراسة متأنية علشان اكون اه واثق من كل النقطة المهمة دي اللي هي الجامع والفرز والتغليف والتصنيع والتبريد والتجهيز والنقل السريع لان دي خامات سريعة التلف وبالتالي هقدر احط نفسي في منافسة مع الدول الاخرى اللي بتنفسني في الاسواق العالمية خلاص طبعا احنا عامة قفزت صادرات بعض المنتجات البستانية في السنوات الاخيرة بخطوات واسعة ومنها الموالح والبطاطس والفاصولية وهي منتجات تتحمل نوعا ما النقل التلات حاجات اللي انا قلتهم في الاقتدول يتحملوا نوعا ما النقل لكن صادراتنا من الخضر والفواكه لم تزيد لان هي طبعا اسرع تلف سلع سريعة التلف بدرجة محسوسة زي الاعناب والطماطم والخرشوف مصر ممكن تتوسع فيه صادرات فواكه المناطق الحرة زي المانجو والموز لان مصر قريبة لاوروبا من الهند والدول اللي هي بتزرع هذه الفواكه يبقى عندنا المانجو والموز دي فواكه المنطقة الحرة ومصر ممكن تتوسع فيهم علشان تغطي السوق الاوروبية ليه بقى اش معنى لان على بل ما يوصلوا للهند وشرق افريقيا اللي هي بتزرع المانجو والموز طبعا مصر اقرب لهم يبقى مصر اقرب لدول اوروبا من الهند وشرق افريقيا طبعا الارض الرملية اللي موجودة في شرق الدلتا وغرب الدلتا مناسبة لزراعة المانجو واجه اتكلم على الزراعة المصرية اما اجه اقول سمات الزراعة المصرية يعني ايه يعني خصائصها صفاتها او صفها اولا انا عندي الزراعة المصرية زراعة معاشية يعني ايه معاشية يعني انا بزرع علشان اكفي السكان يعني عشان اللي هنزرعه هناكله بغرض الكفاية الزاتية وليس التجارية يعني مش هقدر اصدر منها الا في حدود ضيقة طبعا بسبب زيادة عدد السكان لما يجيلي في صح وغلط اما يجيلي في الاختيارات اما يجيلي في اكمل على طول الزراعة المصرية زراعة معاشية وليس التجارية خلاص الحيازات الزراعية يعني الاراضي الصالحة للزراع هنلاقيها صغيرة مساحتها صغيرة جدا بل وكمان ايه متنطرة يعني ايه يعني متنطورة هي لو كانت صغيرة وجنب بعضها او مثلا ايه فدان جنب منه اتنين جنب منه تلاتة هنقول ايه ورهبين من بعد نقول ايه مثلا ممكن المنتقى دي نقول عليها ايه ست فددين لا دول من يعني ايه منطورين المسافة بينهم وبين بعض بعيدة جدا يبقى الحيازات الزراعية صغيرة ومتناثرة صغيرة الحجم ومتناثرة خلاص تعاني الزراعة المصرية من البطالة بانواعها سواء بطالة دائمة او بطالة موسمية او بطالة مقنعة وغير مرئية الزراعة المصرية تعتمد على ايدي عاملة كسيفة والمعدات كمان معدات بدائية معدات بدائية طبعا لو في عندنا برضو معدات بعض المعدات الحديثة وطبعا المعدات الحديثة دي هتنجز وهتؤدي الى سرعة انجاز العمليات الزراعية وكمان هتؤدي الى جودة الانتاج وخفض تكلفته لكن في نفس الوقت هتسببلي في مشكلة البطالة وبرضو احنا بنقول علشان نقضي على مشكلة البطالة ونستخدم المعدات الزراعية الحديثة احنا نعمل ايه ان احنا نكلف عشان ما يبقاش في عندنا مشكلة البطالة نعتمد على الحيوانات في الاشياء او العمليات الزراعية اللي هي بيعملها الحيوان ونعتمد على المعدات دي في بعض العمليات الزراعية التي تحتاج الى سرعة في الانجاز واداء هذا العمل وفي نفس الوقت برضو هنخلي للانسان العمليات الزراعية اللي هو يقدر يقوم بها يبقى انا كده في عمليات ريحت منها الحيوان وبالتالي هقدر اخلي الانتاج اللي انا هستخدمه من الحيوانات يكون اعلى واجود وهريح الحيوان من بعض العمليات الزراعية والانسان علشان ما تنشأش بالنسبة له مشكلة البطالة وما يلاقيش شغل يشتغله هنخصص له بعض الاعمال اللي تنسبه فيه الزراعة وينعتمد على الالات في بعض العمليات الزراعية صفة صفة تانية للزراع المصرية وهي بطء الوصول بالاراضي الجديدة الى الحدية الانتاجية يعني ايه يعني انا لي حد معين مثلا عايزة اوصله لكن الاراضي الجديدة دي اللي انا صلحتها ودخلتها في الانتاج مش وصلالي بالانتاج اللي انا اأمله او اللي احنا متوقعينه هي حوالي 17% من الاراضي الزراعية ولكن لا تساهم الا ب3% من الانتاج الزراعي كل اللي احنا بنعمله ده ومع ذلك انخفاض درجة الكفاية الزاتية في الكثير من المحاصيل الزراعية يعني ايه انخفاض الكفاية الزاتية يعني مش قادرين نكفي حاجة المحلي هنشوف مع بعض دلوقتي اهداف الزراعة المصرية من اهداف الزراعة المصرية توفير الغذاء والكساء للسكان معايا هنوفر الغذاء والكساء معايا طيب هنوفر كمان الخامات طبعا احنا عارفين الغذاء المحاصيل اللي احنا بنزراحها علشان ناكلها والكساء زي القطن والكتان ان احنا بنصنعه ونعمل منه توفير الخامات الكافية للصناعات المصرية زي ايه مثلا يعني عندنا المحصول القطن مهم للصناعات محصول الكتان محصول فول السوية محاصيل كتير قوي بتعتبر خامات لازمة للصناعة توفير الاعلاف الخضراء لازم نفهم النقطة دي كويس قوي احنا عندنا الحقيونات بتحتاج للمراعي الطبيعية علشان تاكل فاحنا عندنا اصلا المراعي الطبيعية قليلة لقلة الامطار والمراعي الطبيعية طبعا دي كلها نباتات تنمو طبيعيا دون تدخل الانسان طبعا قلة الامطار يؤدي الى قلة الزراعة البعلية هو بالتالي قلة المراعي الطبيعية فمش هنلاقي الاعلاف اللازمة للحيوانات فالزراعة مهمة جدا انا بزرع محصول مهمة جدا علشان اوفر الاعلاف الخضراء وهو محصول البرسيم يبقى توفير الاعلاف الخضراء والجفة طبعا زي الزراع الرفيعة الضرورية للثروة الحيوانية وطبعا الزراعة بتوفر فرص عمل ناس كتيرة قوي بتشتغل بالزراعة والصناعات المتعلقة بالزراعة طبعا لو في فائد عندنا زي ما كنا بنقول دلوقتي هيبقى الفائد ده هيؤدي الى زيادة الدخل القومي عن طريق توفير العملات الصعبة علشان احنا نحقق الاهداف اللي احنا قلناها دي كلها لازم نعالج المشاكل اللي بتعاني منها الزراعة المصرية وانا عندي المشاكل اللي بتعاني منها الزراعة المصرية اول مشكلة محدودية مساحة الاراضي الزراعية الاراضي الزراعية يعني ما زادتش الزيادة اللي نقول عليها عالية او اكتر او مما كانت عليه اي نعم الحكومة نشطت فيه عمليات استصلاح الاراضي لكن اللي بيحصل ان المباني والامتداد العمراني المباني والامتداد العمراني يعني ده جاي منين من سبب زيادة عدد السكان من الناس ده عايزة تسكن عايزة ما كان تقعد فيه فبالتالي بيبقى فيه زحف على الاراضي الزراعية وده اللي حاصل بالفعل وبالتالي مش بيبين اي مجهود لاستصلاح الاراضي الزراعي اهو التهمة حوالي مليون فدام من اجود انواع الاراضي الزراعية وكماء يعني الاراضي الزراعية القديمة اللي هي بنزراحها وبنعتمد عليها في الانتاج الزراعي كلها بدأ يبقى فيه زحف عليها مش بتحصل عملية تجريف للاراضي الزراعية دي بتكون من اجود الانواع بالنسبة للاراضي الزراعية وطبعا بيبنوا عليها مباني فبتتناقص مساحة الاراضي القديمة وحتى المجهود بتاعنا كله واو الانتاج اللي طالع من الاراضي المستصلحة الجديدة مش باين بسبب زيادة عدد السكان يبقى بيلتهم الاسنين خلاص كده اهو لم يتدح اثر لمجهود او لجهود الدولة او الحكومة في استصلاح الاراضي معي مع هذا طبعا فيه فرق في الجودة ما بين الاراضي القديمة اللي زحف عليها العمران وتم تجرفها وانشاء المساكن والتجمعات السكنية عليها والاراضي الجديدة دي اللي هي ناتجة عن الاستصلاح برضو الاديمة اجود منها بكتير تاني مشكلة بتعاني منها الزراعة المصرية هي محدودية المياه العزبة احنا عندنا لما درسنا عوامل قيام الزراعة في مصر قلنا مياه الري فعندنا المياه العزبة محدودة ليه انا عندي مصادر المياه اصلا ايه هي عندي الامطار الامطار قليلة جدا مفيش غير منطقة اقليم مريوت وبيتتم زراعة الشعير وبعض المساحات القليلة جدا في شمال سينة وكل ده لقلة الامطار يبقى عندنا مفيش زراعة بعالية ايه هي الزراعة البعالية هي التي تعتمد على الامطار يبقى انا كده عندي اول مصدر اللي هو الامطار ليس بمصدر يعتمد عليه في الزراعة لانها قليلة جدا اللي هي مين الامطار عندي المصدر التاني اللي هي المياه الجوفية اللي هي الابار والعيون ودي لنا فيها كلام ليه بقى لان الابار والعيون دي ما ينفعش عمل عليها مشاريع كبيرة ودي بقى تجمعات سكنية وابنلهم بيوت وعمل خدمات وعمل مدارس ومستشفيات ووفر مواصلات ويجي عليها وقت من الاوقات ما لاقيش مية الابار والعيون دي يبقى دي غير متجددة وقابلة للنفذ اهي ادي الامطار ليست بمصدر يعتمد عليه لكلة الامطار اما المياه الجوفية لا يمكن اقامة مشاريع زراعية كبيرة عليها لانها تنفس بسرعة ولا تتجدد فهي ليست مصدر يعتمد عليه ما فاضلش قدامنا غير المصدر التالت وهو المياه السطحية او نهر النيل وده اللي عملنا عليه مشاريع كتيرة خلاص مصر اتفقت مع السودان وعملوا اتفاقية اسمها اتفاقية مياه النيل حددت نصيب كل من مصر والسودان مصر اخذت 48 مليار متر مكعب والسودان اخذت 4 مليار متر مكعب من المياه وطبعا الاسمة دي كانت على اساس عدد السكان في الدولتين في الوقت دوت وطبعا احنا عندنا النص الجنوبي من السودان غزير الامطار فبالتالي نصت الاتفاقية على تقسيم اسموا كمان المياه اللي هي ايه كل مية الامطار دي كلها بتتدفق يعني بترمي في البحر المتوسط اسموا المياه المتدفقة للبحر المتوسط بين البلدين على اساس التلت لمصر والتلتين للسودان ومصر انشأت السد العالي علشان تحجز نصبها والسودان انشأت سد الروسيرس فبالتالي اصبح نصيب مصر حوالي 55 و 15 مليار متر مكعب والسودان 18 ونص مليار متر مكعب عملوا قناة جونجلي ليها قصة بقى احنا عارفين ان النيل ليه منبعين المنبع الحبشي وهو موسمي اللي هو هضبة الحبشة او هضبة اسيوبيا يعني في فصل الصيف بس عشان كده بنقول عليه منبع موسمي والمنبع الاستوائي هو منبع دائم ويتكون من انهار وبحيرات كثيرة معايا والمية بعد ما بتتجمع فيه هضبة البحيرات من هضبة البحيرات قصدي ويتتجه للنيل بتضيع في منطقة تسمى بحر الجبل ليه بنقول بتضيع لان المنطقة دي عدمة الانحدار يعني ايه عدمة الانحدار يعني لازم يبقى لها فرصة علشان المية دي تنصرف علشان المية دي تنصرف لازم تكون ارتفاع الارض اللي جاية فيها المية اعلى وبتكون اعلى من المنطقة اللي حواليه فتنزل المية طبيعيا لا المئار دي عدمة الانحدار يعني المية راجدة وقصة فبتضيع جزء منها ياما بالبخر ياما بان هي تبقى مية مستنقعات يعني مية مركونة ملهاش اي فايدة لكن هي في الاساس مية حلوة فاتفقت حكومة السودان وحكومة مصر على ان هي تحفر قناة جونجلي والقناة دي في جنوب السودان مساحتها او طولها 300 كيلو حفروا بس منها حوالي 80 كيلو وطبعا كانت هتصرف المية وكانت هتوصل لنا المية الحلوة للسودان وكانت هتوصل لمصر فطبعا بعد الدسائس بقى والمؤامرات من القوى المعادية خارج مصر ادت الى نشوب الحرب الاهلية في جنوب السودان وبعد 80 كيلو توقف هذا المشروع وضعت علينا كل المية الحلوة اللي احنا كنا ممكن نقدر نستخدمها من السودان من منبع هضبة البحيرات طبعا دي مشكلة والمشروع ده اتوقف خلاص لو جلنا في الامتحان وقالت وقف مشروع قناة جونجلي هقول بسبب الحرب الاهلية في جنوب السودان وتحريد القوى المعادية لمصر اتمنى من الله عز وجل ان انا كن قدرت اوفي الجزئية ديت ونلتقي على خير ان شاء الله في حلقات قادمة سلام عليكم اشتركوا في القناة